الناس اللي بتنكر بقى نتعامل معاها ازاي يا دكتور؟ الناس اللي بتنكر حاجتين نحاول انه هم يعملوا حاجة اسماء محاسبة النفس مع نفسه اللي بينكر انا مثلا لو انسان ولا يازي بقول لا بتقولي انه هو بينكر الجميل هو مش شايف انه هو بينكر على فكرة وشايف انه على حق؟ محتاج حد يذكره مش هيسمع يا دكتور؟ لا يعني محتاج حد يفكره مرة واثنين وثلاثة بس هيجي في مرة حيفوق لانه هو مش كل الناس والدوار اللي بتعمل معاها شباب بعضية فهي محتاج حد يفكره رقم اتنين بقى اللي بتنكر اصاده الجميل يعني انا مثلا لو قدمت جميل لحد وهو ما شكرش الجميل ده او ما اعترفش به في عبادة جميلة وانا كنت متفق مع حضرتك ان احنا نعمل عنها ان شاء الله فقرة مرة اسمها عبادة الاحتساب ايوة انا بعمل ده المين اصلا هو انا مستني ان الناس تشكرني انا مستني ان انت ترديلي الجميل اللي انا عملته فيك انا مستني ان انا اخد مكافأة منك عشان اعملتلك ده لا والله لو انا بقى شوف تحدي في حياتي بينكر الخير ولا الفضل اللي بعملهوله ولا اي حاجة ربنا وفقني كنت سبب فيها للخير احاول ارجع لقلبي واقول رسالة مهمة جدا اسمها عبادة الاحتساب يا رب انا محتاس بالعمل ده عندك فعايز المكافأة والجزاء منك يا رب دي تيجي بقى بعد ان اقرانك جميل ولا المفروض كان تيجي من الاول هي من الاول افضل عشان الانسان اصل الاعمال وتلت الدين عندنا قائم على النية طبعا ولقتنا النفسية ببعض محدش بيشوفها لكن ممكن حد يقول ايه انا بعمل في ناس جمال كتير قوي بس عشان اخد position ولا الناس تتكلم عني ولا ابقى معروف ولا الناس تيجي تشكرني خلاص انت خدت جزائك في الدنيا لكن لا ارجع لنفسك وحديث ادنا النبي الجميل اللي قال فيه وانما لكل امرئ ما نوى يا طرى نيتك وانت بتعمل الجميل ده يا طرى نيتك وانت بتقدم المعروف ده ايه سينا النبي لما قال من ازدى اليكم معروفا فكافئوه تكافئوه فإن لم تجده انت مش قادر ممعكش مش عارف تردوله الجميلة هو ربنا موسع عليه ميديله فضلك ترمينك فادعوا الله له والدعاء الجميل لكلنا بنقوله والناس تسمعوا تقولك يا عمي ده دعاء المشايخ او الدعاء او كلمة يعني لغة عربية فصحة لما يقول جزاك الله وخيرا او جزاك الله وكل الخير يقولك ده حد متدين اه يقولك ده حد متدين ده يعرف ربنا لا يا جماعة مش كده وبس ده انت بتطلب من ربنا عشان نعرف فلسفتها الحقيقية تطلب من ربنا ان هو اللي يجازي الشخص اللي كان صاحب فضل عليك لانك انت مش قادر تجزيه مش قادر تطبطب عليه مش قادر ان انت تردوله الجميلة الحلوة اللي هو عامله لك فانت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي يكفر ما يحزنش من جوه يقولك أنا وقفت جنبه سنين وبعد ما كبر أول حاجة عملها مساحني من حياته خلينا أقول لحضرتك دي يعني ظاهرة موجودة النهاردة خصوصا في العلاقات الاجتماعية والصحاب وده هيخدنا على طول لملمح جميل عندنا لازم نسترجعه النهاردة إحنا كلنا عارفين إن أقرب صاحب كان قريب لسيدنا النبي مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرحلة الجميلة والهيستوري والتاريخ الجميل مع صحبته مع سيدنا أبو بكر جي في يوم وقال حديث جميل إحنا بنقوله النهاردة في 22 لكل صاحب وكل واحد ليه أنتيم أو كل واحدة لها أنتيمة عرفتها تقول إيه؟ عرفتها تقول إيه؟ يعني أتوقع تقول حضرتك كل واحد ليه حد قريب منه يحاول يسترجع السطر ده والهادي النبوي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمني الناس علي يعني ليه فضل ومن عليا ده مين اللي بقول ده؟ ده النبي النهاردة لو واحد قدم لو إحنا كنا عايشين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنت قدمت له حاجة حتستنى أنت ده أنت بتحب النبي ده حبيب ربنا ده خاتم الأنبياء والمرسلين ده حبيبنا كلنا حتستنى أن النبي يشكرك؟ حتستنى أن النبي يقول لك حاجة؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعلمنا الشكر شكراً لكم